اشتركوا في القناة 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 النظافة برضو في حكاية في عملة كتيرة بتقلق في حكاية النظافة في الصالونات في حكاية المقربة لن احنا رضنا كل العالم كله بيعاني منه وبقت ظاهرة كبيرة جدا فايه اللي بيقدمه سيد علي في حكاية النظافة وبرضو بنقول للمشاهدين بنوضح لهم ايه اللي وصل ليه سيد علي موضوع النظافة ده عندي بيعتبر الموضوع الرئيسي عندي في الصالونات لان دي تجنب انتقال الامراض زي ما حراك قلت اشارت الفيروسات الموجودة وقبلها فيروس سي فالنظافة عندنا لازم ان اهتمي بها جدا حريص جدا ان انا اغلب الحاجات اللي بشتغل بها تكون استخدام مرة الموس استخدام مرة الفوطة اللي بيقسل بها شعر العميل استخدام مرة ايضا الفوطة اللي بتتحط على البشرة دي برضو بتكون استخدام مرة الفني لما بيشتغل مع العميل لازم ان يكون لابس جلافز لابس جلافز علشان تجنب برضو الفيروسات والامراض وخصوصا طبعا في البشرة في البدكير فانا حريص جدا في موضوع النظافة دول حتى باقي المعدات طبعا في المكان وكده في المكان التطهير فيها وانا خصوصا عندي في المكان مش جايب ليه عدة خاصة يعني لما اجيب اقص شعري على اي كرسي بعض اقص عليه باي عدة استخدمها ليا عشان الحمد لله متأكد مطهرة ازاي ومؤهلة ازاي لاي عميل بحط نفسي مكان اي عميل شباب كتيره برضه صيد بالنسبة لها بتمل البروتين وكاراتين عاليز برضه ايه انت بالنسبة لكلمنا عنهم هو مطلع عصر حاليا هو كان في الاول كان الكرياتين وظهر بعديه البروتين بيخلي يبقى قادر انه يعمل الستيل اللي هو عايزه بسهولة طبعا في الشعر المجاعد جدا بيبقى سهل في التعامل وخصوصا جدا في السيدات فبيتحلل الستيلات اللي هو كان نفسه يعملها بقى الموضوع بالنسبة له اسهل جدا زيت كمان انه هو يعني لو فيه تسقيط برضه بيعالج التسقيط والكلام ده تمام طيب برضه ممكن عايزة عرف برضه الفرق ما بينهم ايه السيد الفرق ما بينهم ما بين البروتين والكرياتين هو اللي بيفرض الشعر الشعر تلات حاجات الكرياتين الكرياتين والبروتين او البوتوكس كل الحاجات دي وفيه حاجة تانية اللي هو الفرد الكريم البروتين والكرياتين طبعا من مكونات الشعر والبشرة والأظافر عند اي انسان من مادة البروتين والكرياتين وخصوصا مادة الكرياتين تمام ماشي مادة البروتين دو بيشتغل لما يكون مثلا شعر مجعج جدا ماشي لما انضف لمادة البروتين عليه فمادة اللي انا بتكلم هنا في البروتين ايه المنتج منتج معتمد منتج اصلي معتمد من وزارة الصحة مش المنتجات الاخرى اللي مشبعة بمادة الفورمالين لان مادة الفورمالين دي ضرة جدا البروتين ده بتكون من ايه بتكون من لقلق بتكون من حرير احمد امينية ده كل الحاجات دي مفيدة للشعر مفيدة للشعر دي بتدخل خصوصا جدا لو في شعر بيسقط على فكرة بعض الاطباء بينصحوا ان هو يعمله بروتين علشان يخف من التساقط شعر مجعج جدا لما بتيجي تصرحه خصوصا عند السيدات لما يبقى طويل فبيصراحه بيبدأ ان هو يتقصف في المشت فلما بتيجي تعمله بروتين بيبقى سالس جدا بيبقى سالس جدا معه فنقدر نقول ان البروتين ده بيعالج الشعراء بيعالجها مش بيدرها زي الفرد التاني اللي هو فيه كل يعتبر مادة قلوية البيئتش فيها عالي جدا ماشيين بيتفاعل بروتين دوت في الشعراء عن طريق الحرارة احنا الاول بنبدأ نوزعه ولو طيب معين بيختلف ما بين نوع الشعراء يعني الشعراء المجاعدة جدا لها تكنيك معين الشعراء الضعيفة المسبوغة برضو لها تكنيك معين كتير جدا طبعا بروتين يروح جاي بدرجة حرارة عالية جدا في اي شعراء شغال فيها ده بيعمل مشكلة كبيرة جدا طيب برضو الخدمات برضو اللي بيقدمها سيد علي عايزين برضو بيقول للمشاهدين ايه الحاجات اللي بيقدمها سيد علي احنا عندنا طبعا القص طبعا وتنضيف البشرة عندنا طبعا بدكير مساج حمام مغريبي حمام تركي ده كل موجود عندنا الحمد لله تمام يعني لو كده بقى لو عريس جالك سيد يعني ده كده هي الزبط بقى عندنا حركة مهيئ لكل حاجة ان شاء الله طب هل الشغل مع العريس بالنسبة لي زي هيبقى زي ايه حد عادي برضو نحن 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 نلقى الضوء لكل الأمور سيد ولو عريس بالنسبة له عايز انت تروح له مسايا في فندق او في اي مكان خارج المكان الشغل عنده حضرتك ده سهل ومتوفر ولا متوفر طبعا طبعا العميل اللي عادي برضو بنعتبر عريس تمام يعني كده كل الناس تروح بقى لو سيد الله يخليك العريس بيبقى ليته تجهيزات مختلفة بفضل جدا ان انا ابدأ مع العريس قبل فرحه مثلا بحوالي أربعة فيهم مثلا ببدأ بحدد له معين برنامج معين بالنسبة للأس شوف هو محتاج هيقص محتاج بروتين محتاج سبغات ألوانات حسب ما انا نشوف الشلسطيل اللي احنا نعمله وبرضو نفس الحكاية بقى ايه بيبقى فيه معموله برنامج كمان برضو بالنسبة لكسمة في تنضيف البشرة بيتعمل على مرحلة برضو اكيد طبعا في برضو في اللصباء نفس الحكاية طبعا بيبقى العريس دي طبعا بيبقى شغل الشغل لانا عايز اخليه يوم فرحه اجمل حاجة ممكنة فيه بمعنى اصح بالبلادي لما يشوف عروسه لما تشوفه متعرفوش ببقى حريص جدا اللي عملهوله ساعة فرحه بيبقى مختلف جدا على اللي هو معتاد بيعمله يعني معتاد بيعمله بالنسبة في امكانية في امكانية انه ممكن اروح ممكن اروح له في الفندق يوم الفرح ان انا افنشه بس انا بفضل باقي الخدمات انه يجي عملها عندي في الصلوب سيد علي يعني هو حد مميز وايه حاجة اللي بتميز سيد علي عن الاخرين يعني برضو حابب اللي انت بتلقي الضوء برضو بتقول ايه اللي يميزك عن اي حد تاني في نفس المجال لا بالعكس المجال فيه ناس متميزة كتير جدا والناس ليهم بصمة ليهم في المجال وطوروا المجال كبير جدا مثل الاستاذ محمود لبيب وناس حاليا كبيرة جدا بتسعى لنا بتطور المهنة انا بستفيد منهم وبتمنى ان انا اكون شريك لهم في هذا التطوير والنجاح علشان نرتكي بالمهنة بتاعتنا اللي انا بحبها وانا مبسوط جدا الحمد لله في الفترة الاخيرة شايف فيها تطور جدا في مصر بقى الفكر مختلف يعني كان الاول نقول ايه اللبناني المصفف اللبناني دي رقم واحد التركي لا احنا حاليا في مصر الحمد لله وصلنا ان احنا بقينا اعلى من الناس دي الحمد لله وبرضه سيد انت برضو اضفت للشغل بتاع حركة اللي هو بالنسبة لقسم المساج وحمام المغربي والتركي كان عندي في العرسان فكان كتير جدا بيطالبني بالموضوع ده كان العريس يجي يقص ويعمل البشرة عندي فهو كان يحجز في الفندق اللي صباح اللي هو المساج والحمام المغربي والكلام ده فقلت سهل عليه من الموضوع ده ان انا افتح قسم عندي للمساج اللي صباح عمتا علشان بدل ما يبقى الموضوع يدخل عندي المكان يبقى مجهس لكل حاجة مجهس لكل حاجة موجودة فيه والاسعار غالية بقى ابو السيد ولا كويسة لا الحمد لله كويسة جدا طبعا الناس اللي مشغالين في القسم الناس مؤهلة جدا كل ناس خرجين تربية راضية تشريح معهم شهادات طبعا لمزولة المهنة المساج والحمد لله وبالنسبة للاطفال برضا السيد هم اللي بيتشاءوا واللي بيعيطوا في الحلاقة بتاعتهم ايه المعاملة انت بتتعامل معهم اللي هما ما يصروش في المكان دول احبابي فقا انا بحب الاطفال جدا رغم انه ممكن قلقى طفلي عيط عشان صغير خايف من الموضوع طفلي شاقي انا بحب التعامل معهم وبحب براءتهم جدا وبعدين ما تنساش ندره ان شاء الله يبقى العمل بتاعتي بتاع المستقبل ان شاء الله فبابني عليهم من دلوقتي طبعا اغلبهم طبعا الاطفال الجايين بيحبوا ويقاليو دول عيبتوا القرى جدا اللي عايز يقص زي كريستيانو عايز يقص اي لعب يقول لنا عايز يعمل كذا فانا بحب التعامل معهم جدا تمام وبرضه سيدنا برضو احابب لنا بالنسبة لي عايزة عارب برضو طموحات سيد علي ايه برضو في الايام اللي جاية ان شاء الله ان شاء الله عندنا الحمد رب العالمين عملة بيكوننا من اغلب الكاهرة من اماكن بعيدة ان شاء الله الفترة الجاية نسعى ان ربنا يكرمنا ان احنا نعمل افرع تانية نقرب منهم ان شاء الله وننتشر اكتر دعوتك معانا ان شاء الله بإذننا ربنا وفقك سيد وبرضه عشان الوقت بيدهمنا فانا حابب برضو انت الحاجة اللي تخدم بها حلقتنا انت بالنسبة لك حاجة انت حابب تتكلم فيها في نهاية الحلقة ايه يعني حاجة انت مكلمناش فيها في بداية الحلقة او حابب انت ايه تتكلم فيها بالنسبة يعني انت ممكن في الحديث بتاعنا في حاجة ما كلنا تحدثناش فيها او ما تكلمش فيها الحاجة اللي انت حابب تتكلم فيها برضو في نهاية الحلقة بتاعتنا او بتتكلم بالنسبة للصبر في اي شور محتاج ان انا اصبر عشان اصل اللي انا عايزه بالنسبة للشباب لان اغلبهم دلوقتي في المهنة بتاعتنا بتصرعوا جدا اللي هو يشتغل شهرين تلاتة انا بقيت فني ومتخصص وفهم زي لا لازم ان اصبر علشان اقدر ان انا اكتسب خبرة اكبر طبعا الامانة بين العميل زي لازم ان يكون فيه امانة مع العميل بس السيد يعني انت فعلا نورتنا في برنامج مع الامين شرفتنا افضل مصفيف الشعر في مصر الف شكر سيد علي شرفتنا في برنامجي برنامج مع الامين الله يخليك حبيبا بسيد ونورت برنامج مع الامين كله وعزائي المشاهدين بكده انتهت حلقتنا النهاردة استنونا الجمعة الجاية في نفس المعاد وحلقة جديدة من برنامج مع الامين وفي الختام بنقول سلام اشتركوا في القناة